الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله هو أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أخار قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخوكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الإسم الفسوخ بعد الإيمان ومن لم يتبق أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظني إن بعض الظني إسم ولا تجسسوا ولا يغطى بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيهم ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله طواب رحيم وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عبداء ابن عمر رضي لعنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها يا أيها الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر مؤنثى وجعلناكم شعبا وقبائلا لتعالف وإنا أكلمكم ينضى الله أطاكم وروا أحمل في مسنده عن أبي نظرة أنه قال حدث لي من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنه وهو على بعير يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله قاكم وأخرج مسلم في صحيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه تكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحظله ولا يحكره التقوى هاهنا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحخر أخاه المسلم قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَصِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلِيهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ وَعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قُعِيدِ فَكَشَفْنَا عَنْكَ قِطَوَاءَكَ فَبْصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ وَلَقَدْ عَلِمْتِيَا إِنْسَانُ وَكُلُّنَا ذَلِكَ الْإِنْسَانِ أن الناس يوم القيامة صنفان صنف مقرب مصان وآخر مبعد مهان صنف جمع لهم الرغائب والآمال وجُعِلًا لهم الأرائك والكلال والأسرة والحجال وصنف أُعِدًا لهم السلاسل والأغلال والأراغم والضلال وضلوب الأهوال والأنكال ولم تدري من أي صنفين أنت ولا في أي الفريقين كنت وأخرج البخارين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رفعه أخوهما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة ألا إن الدنيا قد ارتحد المدبرة وإن الآخرة قد ارتحد المقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغلى الحساب ولا عمل الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابدغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة وهو الفضيلة أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه وثنا بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكرما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروا أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وقال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي روايته من صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى عليه ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجن فعليكم بالإكهال من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارع على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر ألموني الأنوار وعن سراج أهل الجنة الناطق بصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال فرض الرحمن أبي عبد الله سيدنا أطمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا عالي وعن ستة الباقية لا زال إلى العلا راقية اللهم انصرنا به وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم أهل من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذلاريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافذ لعبيدك المؤمنين ونجنا من كل بلاء واربا وغلاء وطاعون وزن نوباء طهل من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للأحياء منه والأموال اللهم فرش عن أمة سيدنا محمد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والملكة والبغي يعيزكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لي ولكم اي لا يكفي ربنا cells ك monk الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض الملك القدوز العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراد ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفالا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمدوا أنكم أولياء لله من دون الناس أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلك مخير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واقتبوا من فضل الله واذكروا الله كذرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة فالله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يقفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذاكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة قالوا أبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر مقصد من القبيل Cooper يدعوا بعض الحياة في وجه الإسلام وقصد بحثة ويفسي جانباء الله فكره أنه كان مقصد فقط فقد اخذوا مجرد ولكن منه أخذ مجرد لكن الشعر يفكر مجرد في تيضون أن يتطلق تكون أمجرًا فقد اخذتهم يأتي بخورة يقضون في مددا ، أنما أرى ذلك، يجب أن نسخكم وطورة يتوقعون التسكير والشيارات وأنا نزوجهم سيارات لا نسخة مددا ، لا أزنانة ، لا يدحあり لايران ، لايران ، لايران ، لايران ، لايران لايران ، وينية ، لايران ترجمة نانسي قنقر